للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا موسيقى موسيقى مع نور الدين وفي نور الدين نسير نستهدي بالله وإلى الله ولله يظن يظن كثير من الناس أن الموت عدم وحقيقة الأمر أن الموت فيه وجود هو انتقال من حياة إلى حياة وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق الإنسان وأن يجعله خليفة وأقام آدم وخلقه من تراب ثم من طين ثم من فخار نفخ فيه من روح وأنزل في هذه الروح النفس المدركة التي تعلم وتعرف وتتعلم وتعلم إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الهيو إذن آدم فيه سلاسة أجزاء جسم وهذا الجسم قاله إلى التراب دخلت فيه روح فسببت فيه الحركة وسببت فيه عمل الأجهزة جهاز التنفسي الجهاز الهضمي الجهاز العصبي الجهاز دورة دموية فكل هذا يأتي عند نفخ الروح وجعلها الله في الجنين في الشهر الرابع من عمره الجنيني قبل ذلك ينمو الجنين لكنه ينمو نموا يسميه علماء الشريعة بالنمو النباتي يعني هو كالنبات ينمو لكن لا روح فيه ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح وعند ولادته تدخل فيه النفس الناطقة المدركة فيصبح الإنسان مكون من ثلاثة من الجسم وداخله الروح وداخل الروح النفس ما حقيقة الموت؟ حقيقة الموت أن تخرج الروح من الجسم لو خرجت الروح من الجسم تخرج ومعها النفس الروح دي حاجة محيدة محيدة يعني يعني ما فيش حاجة اسمها روح شريرة وروح حسنة ده النفس هي اللي لها مراتب وربنا وصف النفس في القرآن بصفات وصف قال إن النفس لأماره بالسوق هذه وصفه وقال والنفس اللوامة يا أياتها النفس مش الرحباء يا أياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يبقى في نفس مطمئنة وراضية ومرضية يقول ربنا عن النفس فألهمها فجورها وتقواها يعني إذن النفس الملهمة فبقى في نفس أمارة ونفس لوامة ونفس ملهمة ونفس مطمئنة مطمئنة راضية مرضية وفي نفس كاملة بقى عدة النفوس دي كلها كله ده على إيه عن نفس وبعدين هي بقى سبحان الله تمشي ورا الخير تمشي ورا الشر هو ده اللي عليه حساب الإنسان هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها الموت جاء هو اللي بنتكلم عنه هو ففيه إيه؟ أجل مسمى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون الأجل بتاعك مكتوب من ساعة ما نفخ فيك الروح وانت عندك أربع شهور في الصورة الجنينية انتهت موت إمتى؟ باللحظة بفيمتو الثانية موجود مكتوب ومن هنا كانت الحياة وكان الموت وهو صورة من صور الحياة من عند الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة خلق الاثنين وهو الذي جعل كل إنسان له أجل مسمى وهو جعل هذا الأجل لا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن نستقدم نقدم ساعة أو نستأخرة نأخر ساعة لما جاه العصر الحديث وبعض الناس قالت ده ما فيش ربنا ولا حاجة طب ده ما فيش ربنا وانت زهقت من حياتك ما يجرس حاجة أنك تنتحر فأصبحت الانتحار شوية شاعت عن الأول الأول كانت الناس كلها يسموها عصر الإيمان كل الناس اللي على الأرض مؤمنة بس أديانهم مختلف لكن بعد كده أصبح فيه ناس مش مؤمنة فشاعة فيهم حكاية أننا طب وإيه اللي يخليني صبر على الدنيا ما هو أصل الدنيا شؤدة من غير ربنا ده ربنا هو اللي محليها ده ربنا هو اللي بيقول لنا اعمل الصالحات وهدخلك الجنة وفي يوم آخر هنروح فيه إلى الله فيبقى فيه عقابه وسوابه وهو ده اللي بيخليني ماسك روحي إن أنا نأسي غيري أو إن أنا افتري على غيري أو إن أنا أظلم غيري افرد أن أنا عايز المال ده ما أخده ده من الأقوى يبقى ده غابة أسوأ من الغابة كمان فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة والإنسان ابتدع القتلى وابتدع الانتحار ولذلك في الأمثلة العامية بتاعتنا يقول لك إيه لو صبر القاتل على المأتول كان مات له واحد مدام أنا قتلته فجيه في الوقت ده مات يبقى أنا اكتشفت إيه إن يوم كذا ساعة كذا في المكان الفلاني فلان هيموت بس المرة دي اتدبست فيي أنا لو كنت صبرت بس ساعة واحدة كان خبر وفاته هيجي ما هو لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون لو كنت ما عملتش الجريمة دي اللي أنا عملتها كان هو أجله هيجي وهيموت لكن أنا بالرعونة بتاعتي روح تعامل الجريمة دي فلما ارتكبت هذه الجريمة تحسبت علي أنا هو مش هيقول لي هو أجله جيه ولا لا لأن أنا ممكن أحاول أتله معرفش ما هو أجله لسه ما جيش هو يضربني بالنار والرصاص ما جيش سبحان الله تروح يمين تروح شمال تروح وكذا لسه الأجل ما جيش فالغباوة هي في قضية الانتحار والغباوة كمان في قضية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فما كانش ينبغي على المنتحر أن ينتحق ولا على القاتل أن يقتل أخاه بغير حق هذا هو حول الموت الحقيقة الأولى أن الموت حياة الموت يعني انتهاء بقاء الروح في الجسد وهي تخرج من الجسد إلى بارئها فتذهب إلى مكان لا تستطيع أن ترجع منه إلى الأرض مرة أخرى ويسمى البرزخ فإذا كان عندكم أسئلة حول هذا المعنى نحب أن نستمع إليها تفضل دلوقتي لما الإنسان بيموت ليه البكع عليه أنه أنت تبكي على الميت يعني بيخليه تعزف الأبر مع أنه دي بتبقى حاجة مش بردتنا يعني هناك فهم خاطئ أن أحدهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه افتكر أنه ببكاء أهله عليه يعني كأنه فهمها أن الرجل ده بيتعذب وسبب تعزيبه هو أن أهله بيبكوا عليه وكانت عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي هو قال سمعت رسول الله يقول هذا قبر الرجل يُعذب في قبره أو هذا قبر الرجل يُعذب ببكاء أهله قالت أخطأ في سمعه سيدة عائشة وعي في الحتة دي قالت لا ده هو قال وأهله يبكون عليه يعني حاجة منفصلة ما في السببية بينها فجاء التوهم هذا عند بعض الناس من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن الشريعة كلها مبناها أنه لا تزل وزيرة وزراء أخرى زي ما أنت حاكى في صدرك واخد بالك الحكاية طب وهو ماله يتعذب ليه وأهله بيبكون عليه لدرجة أن العلماء قالوا طب ما عليش افرض أن النبي قال كده هنفهمها إزاي على سبيل الفرض الخيال قال يبقى الرجل ده وصاهم إنهم قال لهم لما موت عايز جنازة مولعة لما موت عايز جنازة إيه مولعة فتلطموا وتشؤوا الجيوب وتعملوها مصيبة أنا عايزة أمشي عليها كده مين اللي قال لك هو قالوا ما مجيش قال لك إن الرجل ده هيتعذب بسبب اللي عملوه أهله ليه إنه يكون وصاهم وهم طبعوه في المعصية دي إنما كلام عايشة كلام واضح ومحدد رحم الله أبا عبد الرحمن لا أتهمه بكاذب ولكن السمع يخطئ إنما قال هذا قبر رجل يعذب ملف الوحدة وأهله يبكون علي يبقى إذن ملهج دعوة النبي بيخبر بما هو كائن إن فيه الرجل اللي نحن مرين عليه ده بيغذب وأهله شغلين يعيني بك عليه ده حاجة تانية ملهج دعوة بسبب العذاب العذاب ده جاي من إنه هو ما كان منافق كان عنده معصية كان عنده تقصية أيه عن الحاجات كده أيوة في حد تاني تفضل سؤالي هو ليه الموت موجودة أساساً سؤالي هو ليه الموت موجودة أساساً الموت موجودة أساساً ليه الموت ده رحمة لأن ومن نعمره ننكسه في الخلق اللي هو البلكير اللي هو منحنى الجرس لما تزود هنا هنا كده الأكس ده أو المحور ده بيزيد عمري كده 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 لغاية ما وصل إلى أربعين سنة أبقى في عز القوة والفتوة بعدين أبدأ بقى إيه في النزول ومن نعمره ننكسه في الخلق يبدأ الخلق ينزل لغاية ما أحتاج إلى كل حاج كل مكبر كل ما أحتاج وصلت لغاية مئة سنة ما أناش عارف أدخل أطوض سندوني فيسندوني علشان أنا مش قادر أشيل إيدي كده أعمل ده علشان أخد غرفة الماء أغسل بها وإيش غسلوني بالشكل ده مش الموت يبقى أحسن ده لو ما كانش فيه موت كان معناته إنه سيدنا أدم عايش لغاية دلوقتي وعنده مئة ألف سنة وحضرتك بتخدمه هو أنت عندك وقت ما عندكش وقت ده إحنا أمرينك ببر الوالدين وده بوك الكبير اللي لازم تخدمه ده كان هتبقى دنيا عجيبة غريبة طيب إحنا النهاردة كان مليار في الأرض حوالي بتاع تماني طيب التمانية مليار دول أمال ساعتها كان هيبقى كام خلي بالك التراكم كل ما مفيش حد بيموت مفيش موت ممكن تبقى الأضعاف أضعاف أضعاف طب والأرض تقضي من إزاي طب هنروح فين طب الصروة اللي إحنا بنتمتع بيها دلوقتي إحنا بنا كلنا شوية فكهة شوية خضار شوية أمح بنعملهم خبز وعيش وكده ومالساعتها كنا هنعمل إيه ده أنت بتتصور تصور الحمد لله إن ربنا ما أقدروش علينا ده الموت رحمة والموت نعمة وحب لقاء الله تمال إحنا عندنا شفنا مشايخنا يقول أنا أنا منتظر لقاء الله وعنده 80 سنة 90 سنة أنا منتظر لقاء الله فدي حاجة مهمة للغاية عندك حاجة تانية أنت عايز تناقش أيوة أنا عايز أضيف أنت بما الجنة فيها موارد تكفي اللي هيتخشها كلهم لأن حاجة قواعدها تانية هنا الموارد محدودة يعني الكرة الأرضية محدودة لكن الجنة بنيناها بأيد وإنا لموسعون فيه حاجة اسمها عني مشرفة ليه كتاب حلو اسمه الكون يزداده اتساعا الكون اللي حوالينا ده منه أشياء بنشوفها حوالي 93 مليار سنة ضوئية ومنها حاجات ما مشوفناهاش 575 مليار سنة ضوئية لما نقسم 93 على 575 يطلع السوتس يعني يعني إحنا عارفين جزء وخمسة أسداس من الكون ما احنا شايفينه أصلا ولما نيجي نقيس بنلاقي بيت تاسع يعني 93 دول نلاقيهم 94 نلاقيهم 95 575 دول نلاقيهم 580 بعد كده فده بيدل على أن الكون بيتسع كما قال الله سبحانه وتعالى وإنا لموسعون ترتيب الإله ترتيب حكيم وله هدف دائما حد عنده سؤال تاني فضل هو دلوقتي لما الإنسان بيموت المفروض أنه الروح بتطلع فوق تمام إزاي ما بيبقى فيه ناس حواليه هو بيقدر يحس بيهم ويعرف أنهم موجودين وهي روحه مش موجودة أصلا في المكان ده يعني عايز تقول إيه علاقة الروح التي خرجت بالقبر بتاعه علاقة الروح اللي خرجت من القبر أوه هي طلعت فوق فإحنا ما فيه بنيجي نزور القبر للشخص الميت هو بيحس أن إحنا جينا بيحس بينا وبيعرف أن إحنا مكان مع أنه روحه مش موجودة أصلا في المكان ده طيب أنت تعرف سطلعت يعني الأمر الصناعي حلو ما عندكش في البيت المينتور ده اللي هو الشاشة وتقعد تألف في المحطات طيب إذا كان إحنا ربنا علمنا كده فما بالك بالملأ الأعلى لما نروح بتطلع يا أولاد إلى البرزخ البرزخ ده ليه قوانين غير القوانين اللي إحنا عايشين فيها دلوقت إحنا عايشين جوه الأرض دي فيه حاجة اسمها الجاذبية فيه حاجة اسمها السرعة فيه حاجة اسمها الكتلة فيه حاجات كده لكن ده علم تاني وإدراكاته مبنية على قوانين أخرى ولكن ربنا بيقرب لنا المسافة إذا كنت أنت بتبقى قاعد هنا في القاهرة وشايف اللي في واشنطن بيحصل فيها إيه في ذات نفس اللحظة عن طريق القمر الصناعي وسطلايت وإيه عن طريق المينيتور إزاي بتشوفها إزاي موجودة عندك الشرح بتاع إزاي بيتنقل كل ده بالشكل ده طيب ده ربنا أقدر من كده علم الإنسان ما لم يعلم لكن اللي علمه بنستفيد منه في الفهم إزاي الروح تشوف القبر بكيفية معينة زي وصول الصورة من واشنطن للقاهرة ومن القاهرة ومن القاهرة إلى واشنطن إزاي بيسمع الصوت في التليفون هو بيبقى في لندن وأنا ببقى في صعيد مصر أيوة ما هو لها حاجة اسمها الريز وحاجة اسمها الويفز وحاجة اسمها الفوتنز وحاجة اسمها الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة دي أهو هناك بقى أقد ده ألف مرة بلاش ألف خليها مليون مرة بلاش مليون خليها تريليون مرة وهكذا فده حاجة مهمة جدا إن سهلة التصور الآن بعد كل ما علمه الله للإنسان حد من البنات عنده سؤال تفضلي أنا عندي سؤال دلوقتي اللي هو في إنسان على قدر كبير من الإيمان فيه بقى يعني أنا بسمع أنه بيقولوا إن ربنا بيعلمهم من علمه فهل الكلام ده حقيقي ولو هو ربنا علمهم من علمه إزاي إن إحنا نقدر نوصل للدرجة دي من الإيمان وكمان الناس دي هتكون عارفة بمعادي الموت وكده وعمره كل واحد والحاجات دي ولا لأ لا لا يعلم الغيبة إلا الله وفي غيب لا يعلمه لنبي مرسل ولا ملك مقر في غيب يختص به الله سبحانه وتعالى فالرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق وعلمناه من لدن علمه اللي بعض الناس قالت ده إحنا شفناها في البشر اللي حوالينا ده عبارة عن نوع من أنواع الصفاء الذهني والنفسي والنقاء اللي بيصل إليه الإنسان فيكونوا أكثر شفافية فيقولوا عليه ده ربنا فاتح عليه يبقى شخص بسيط في شهاداته أو معلوماته أو كذا إلى آخره إنه ما فهم الحقائق فهم الأمور كما هي فده نعمة من عند الله إنه يفهم هذا الإنسان هذا الحال من عند الله كده يعني حاجة فيها توفيق كيف يصل الإنسان إلى هذا لا هو ده وحب مش كسب مش كيف يصل إلى هذا هو لوحده كده شخص طيب وشخص مسلم لله ومتوكل على الله فربنا بيكرمه بتنوير البصيرة وبصيرته كده منكشفة بصيرة دي زي البصر لكن في القلب فالقلب يشوف إنه أيها الحق هنا أيها ده باطل والإثم ما حاك في القلب وخفته أن يطلع عليه الناس نور الدين نستهدي به في الطريق إلى الله إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر